افتتح وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخة الخامسة التي تعقد بالقاهرة على مدار يومين تحت الشعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا وذلك بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية وتتضمن النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج أربع جلسات موضوعية عن فرص وأفاق الاستثمار في مصر والتعليم والتدريب وتأهيل الشباب والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج التيسيرات والمزايا للمصريين في الخارج هذا وقالت وزارة الخارجية أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج وحرصا على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وإحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة ترجمة نانسي قنقر